موسكو لم تسقط في فخ نصبته كييف في كورسك أكذا ينظر فلاديمير بوتين إلى التسعيد الأوكراني الأخير داخل الأراضي الروسية هنا في منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي بأقصى الشرق الروسي يتحدث بوتين عن واجب مقدس لطرد من يصفهم بالغزاة إنه واجب مقدس للقوات المسلحة أن تطرد العدو من تلك الأراضي وتحمي مواطنين يقول بوتين إن تورط قوات كييف في كورسك منح الفرصة للقوات الروسية للتقدم في دونباس هدف العدو كان إثارة قلقنا وإثارة الضجة وتحريك قواتنا من منطقة إلى أخرى ووقف تقدمنا في محاور رئيسية وفي مقدمتها دونباس لم ينجح العدو في أي شيء وتحرير دونباس أصبح هدفا الأول في خضم حديثه عن أولويات المرحلة ألمح الرئيس الروسي إلى استعداده لإجراء مفاوضات مع كييف ترتكز على شروط سابقة يقول إنه تم التوقع عليها بالأحرف الأولى قبل سنتين في اسطنبول وهو ما تنكره أوكرانيا حتى إن الرئيس زيلنسكي استبعد أي دخول في مفاوضات مع موسكو قبل شهر نوفمبر القادم والحديث عن نوفمبر هنا هو إحالة من زيلنسكي إلى موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية تحديد الساكن الجديد للبيت الأبيض من شأنه أن يحدد سقف التصعيد أو التهدئة في تحركات كييف مستقبلا وهو أمر يدركه الرئيس الروسي جيدا بابتسامة الساخر يقول بوتين إن بلاده تدعم فوز المرشحة كامالا هاريس ترجمة نانسي قنقر